هيبة الصحراء لا تظهر في رمالها فقط فعندما تكشف أسرارها فإنها تظهر الإرث الحضاري العظيم الذي تخبئه وتظهر حضارة إنسان المملكة العربية السعودية الضاربة في جذور التاريخ وما سجلته هيئة السياحة والأثار من اكتشاف عظمة يعود تاريخها إلى 90 ألف سنة إلا أحد الأدلة التي تنبئ بهذا العمق وهذا التراكم الضارب في عمق الحضارة فعبر مشروع سعودي بريطاني للمسح والتنقيب بدأ في عام 2012 نجح مشروع الجزيرة العربية الخضراء في وضع تواريخ زمانية متسلسلة لمواقع أثرية وأحفورية تعود إلى 500 ألف سنة وفي سلسلة دراسات مشروع الجزيرة العربية الخضراء مواقع للبحيرات القديمة في صحراء النفود والربع الخالي ودلالات ترجح بأن تاريخها يزيد عن المليون سنة وبحسب الدكتور علي الغبان على تويتر فإن بعثات التنقيب الأثري السعودية البريطانية اكتشفت أن تاريخ الاستيطان بموقع عطاس الغضات بالقرب من تيماء يعود إلى نحو 325 ألف سنة وبخلاف هذا الاكتشاف فهناك العديد من المكتشفات في صحراء النفود تم الإعلان عنها سابقا كنابل فيل واكتشاف حضارة المقر القديم والتي تدلل على أن الاستيطان البشرية بهذه المنطقة كان قبل آخر تصحر ومدائن صالح